خلال لقاء نظمته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وفيدرالية مجال للوكالات الحضارية بشراكة مع الأمم المتحدة إسكان المغرب بالرباط أكد المشاركون على أهمية تطوير استراتيجيات التخطيط الحضاري وفق مقاربة شاملة تدمج أبعاد الصمود والاستدامة والتنمية الاقتصادية وأوضح المتدخل أن هذا التخطيط يجب أن يصهم بالتالي في إعادة تركيز الانتقال نحو تقاسم عادل لفوائد التعمير والقطاعة مع النمط الكلاسيكي للمركز الحضاري كما طالبوا بالتفكير العميق في نموذج للتصميم لتنظيم المساحات الحضارية في ضوء تحديات المناخ من أجل توفير حلول مبتكرة وأجوبة مناسبة قادرة على مواكبة التحول الأخضر في هذا المجال ولتحقيق هذا الأمر أوصل خبراء المغاربة والدوليون بإنشاء أدوات قياس بما في ذلك مؤشرات الأداء التي ستساعد البلاد على تحفيز النمو الاقتصادي الأخضر ويروم هذا اللقاء الذي يستمر ليومين بالأساس إلى الحصول على الأدوات اللازمة لدعم المدن في استراتيجياتها المحددة لانتقال حضاري أخضر ناجح ودعم إطار الشراكة بين المدن وتحديد مصادر التمويل